بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام لماذا زوجتم ابنتكم من هذا الرجل بالذات وهل هي الآن مرتاحة مع هذا الرجل هل هو جيد معها يحترمها يقدرها لماذا أعطيتم ابنتكم لهذا الرجل ومع الأسف صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله إذا جاءكم الرجل ترضون دينه وخلقه فزوجوه الحديث صحيح ومسند وعند جميع المذاهب الإسلامية ولكن عليك أن تتأكد هل حقا هذا رجل يحمل أخلاق ويحمل دين في مجتمع كثر فيه الكذابة كثر فيه المنافقون كثر فيه الدجالون مع الأسف في هذه الأيام عائلة فقيرة مطمئنة وإذا يأتيهم شاب وعائلة شاب ويخدعونهم باسم الدين وبأنه شاب مؤمن وحسيني ويخدم في كربلاء ولا زيارة لحسي المرايح لها ويصل إلى غير ذلك وإذا بهذا الأب يتذكر إذا جاءكم الرجل ترضون دينه وخلقه فزوجوا فإن لم تفعلوا شاع الفساد في الأرض لغير ذلك نعم من حقك أن تذكر قول النبي وتتبع سنن النبي ولكن هو هذا الشخص يعني مصداق لهذا الحديث مصداق حقيقي لهذا الحديث أم إنه كاذب لا مصداق لهذا الحديث هذا لا ينطبق عليه الحديث هنا المشكلة فيا أيها العزيز كما قال الإمام الصادق عليه السلام إذا كان الزمان زمان سوء فحسن الظن فيه من الحمق اليوم نحن نعيش زمان سوء كثر فيه الكذابون والمنافقون والمدعون والدجالون فأنت تحسن الظن فورا لأنك تراه يذهب إلى الزيارة لأنه يصلي لأنه يعني يتكلم بالدين لأنه من عائلة فلان عائلة فلان من الظاهر نعم عدهم أخلاق ويزورون الحسين وظاهر الأخلاق بأنهم جيدين ولكن هل دخلت في حياتهم؟ لذلك نجد آية الله السيد منير الخباز تامت توفيقاته من قبل الله عز وجل دائماً وأبداً يقول أيها الأحبة أيها الأحبة أيها الأحبة كثير من الناس عندما يذهبون إلى السوق لا يشترون حاجتهم من أول مرة وربما بعض الناس وخصوصاً النساء لا يذهبن إلى السوق على الحاجة الواحدة مرة ومرتين وثلاث وما تقتنع وتأجل الموضوع بعد أسبوع وما تقتنع وتأجل وتسأل وتتابع وإلى غير ذلك حتى تشتري قميصاً أو أجل لكم الله حذاءً أو أجل لكم الله بنتلون أو فستان وعندما يأتي الأمر إلى الزواج مجرد فلان يقول لك بأنه إنسان طيب انتهى الأمر تعطيه ابنتك فلان تأتي وتقول لك هذا الشاب شاغول ومؤمن وخايف الله انتهى الموضوع يعني هل ابنتكم رخيصة عندكم يعني ابنتكم رخيصة عندكم لهذه الدرجة أرخص الأشياء في البيت أصبحت البنت فوراً تزوج أهون الأشياء في البيت أو أهون الخسائر لبنية وانتهى الموضوع ثانياً عندما تزوج واكتشفتم بأنه إنسان غير جيد لا يتعامل مع ابنتكم بشكل غير جيد لماذا تتركونها وإذا لم تتركوها فقد تصبرونها اصبري والحياة الزوجية هكذا لا الحياة الزوجية ليست هكذا اصبري وما صبرك إلا بالله من قال لكم في البداية أنتم لم تتبعوا لم تتبعوا أحكام الله ثم ترمونها على الله عز وجل والله يقسم تيشو الله قاسم لشيالا الله دائماً يقسم الطيب الله يقول الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات والمنافقون للمنافقات والمؤمنون للمؤمنات هذه القاعدة الربانية كل طير يأخذ على شاكلته أنتم اختاريته أنتم استعجلته لذلك السيد مونير الخباز يقول ولو طالت الخطوبة سنة خلي ظل سنة وخلي يصير العقد بعد سنة لا لا ما يصير خلي يزوجون بسرعة لا يصير مشاكل بيناتهم ما يصير يطول العقد فترة الخطوبة ما يصير الطول لا مو بالعكس لا مهمة خاف يتخاربون وخاف واحد يكتشف الثاني وتطلع يوب الثاني وما يتراضون بعدين لعد هو هذا صحيح بالعكس هي هذه الفترة لإخراج العيوب سوف يكون هو قريب منها تماما وهي قريبة منه تماما وعن طريق العقد الشرعي يمكنهما أن يتكلم بكل شيء ومن هنا يعني ما أجمل ما أجمل ما فعلته إحدى العوائل المؤمنة عندما جاء رجل يخطب ابنتهم قالوا له اخطبها ولكن الزواج بعد سنة قال لا أنا مستعجل آني كذا لا أبدا الزواج بعد سنة هذا الموجود زواج بعد سنة وسبحان الله ما دامت القضية ستة أشهر وإذا به يأتي ويعتذر ويقول والله أنا أعتذر والله بدكم يعني ما أقدر يعني أعيش وإياها وكذا والبنت أصلا قالت أنا لا أستطيع العيش معه ودائما وأبدا كانت الأماية هاي المؤمنة تحثها على الخروج معه بيناتهم عقل شرعي طلعوا إياه وسولفوا إياه وشوفوا طين تشنو وكذلك كان أب الأب يقول لي زوج بنته اطلع واخذ بنتي وشوفوا وتكلموا اكتشفوا بالأخير ما يرهمون كل واحد عنده أخلاق معينة تصرفات معينة لا لا أحنا جيبهم قوة واحد ولا الثاني جيبهم قوة وخليهم بغرفة وخلي يعيشون الحياة والنتيجة آلاف المشاكل آلاف العلاقات المشبوهة يعقد الرجل مع غير امرأته لأنه بعد متورط وما مقتنع واختنع نتيجة الإجبار والسرعة وعدم التأني وهي كذلك مع الأسف تعيش حسرة ورا حسرة وتتمنى الموت في كل ليلة كون الصبح ما يصبح عليها لأنه نتيجة الاختيار كان سريعا فالنتيجة بأنه أيها الأحبة هي هسا زوجت المفروض دائما حتى لو وجدتم بأن زوجها إنسان غير جيد يعني مو معنى السكوت مو معنى بأن تصل الأمر تريد تنتحر لابد أن تجدوا له طريقة لا تيأسوا أبدا نوح عليه السلام دعاقهما 950 ألف سنة عفوا 950 سنة يأس من عدهم هسا أنتم ما صار الكنفت سنة سنتين من تحاولون ويا يسرخوش إنسان ويا ابنتكم كل يوم لقولة طريقة لا بد أن تجدوا طريقة وعلى قدر النية تكون من الله العطية إذا صدق نيتكم بأن أيها الأبيتها الأم بين الصلحون يعني ابنتكم ابنتكم سوف تجدون الله معكم سوف تجدون الله معكم وأهل البيت معكم أينما يوضع الخير ومشروع الخير والإصلاح ذات البين تجد أن الله سبحانه وتعالى معه ويوفقه بس يجب أن تكون نياز صادقة وشوية تتعب وشوية تتحمل مولئة فورا من حشايا حشاتين موقف موقفين سعى بالأمر مرة مرتين الأم ما يسعت مرة مرتين ثم عافت الموضوع والله هاي قسمتك وارضي بيها لا ما دام الشمون الهوى تسعون لإصلاح حياة بدكم وهاي مسؤوليتكم هذه مسؤوليتكم برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ودير بالكم من حساب الله عز وجل إذا زوجت بنتك بهذه الطريقة السريعة والمؤلمة وإنت تزوج ابنك بهذه الطريقة حسابكم عند الله عسير إن خانها أو خانته موسيقى